الصدر يرد على مبادرة العامري بتسريبات المالكي وثلاثة شروط ودعوات للتضغط الوسيط الأمريكي متفائل بتوصل إلى اتفاق في النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل سكان مخيمات مأرب يعانون ويلات النزوح والسيول والحدث ترصد تضرر مساكن 20 ألف أسره أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية نستهلها بآخر التطورات العراقية لليوم الثالث على التوالي يواصل التيار الصدر اعتصامه أمام مقر البرلمان العراقي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت على جسري الجمهورية والسنك لتأمين المتوجهين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد تقارير ميدانية أفدت منتشار قوات لسرايا السلام التابع للصدر على جسري الجمهورية والسنك ونفق الزيتون لتأمين المتوجهين إلى المنطقة الخضراء فيما أكد الصدر اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان رفضا لترشيح محمد شيع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة ودعا الإطار التنسيقي إلى التظاهري في محيط المنطقة الخضراء بعد ظهر اليوم فيما دعا وزير الصدر أن صار التيار في مختلف محافظات البلاد للتظاهر عصر اليوم دعما للمتظاهرين وشدد زعيم تحالف الفتح هالي العامري دعوته للتيار الصدري والإطار التنسيقي بتقديم مصلحة البلاد مصادر الحدث أفادت بأن بعض الوزرات تقوم بإخلاء الملفات المهمة من دوائرها ومقر الوزراء تحسبان لطوارئ وللمزيد حول المشهد العراقي ينضم إلينا من داخل البرلمان العراقي مراسل حدث الزميل سامر الكبيسي سامر أهلا بك كيف يبدو المشهد الآن كيف تنقل لنا الصورة وهل لديك معلومات بالنسبة لأنصار الإطار التنسيقي هل بدأوا بتجمعاتهم وتحركاتهم نعم جيزيل في البداية مساء الخير نحن الآن نتواجد في مبنى البرلمان العراقي تحديدا قرب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب سابقا الآن لا يوجد أي دائرة أو لجنة هنا المتظاهرون يتواجدون في كل مكان لكن على ما يبدو أن دعوات الصدر يوم أمس قد لاقت قبولا على الأقل لدى العشار العراقية كما تلاحظين هذه هي أعلام القبائل العراقية التي وصلت من محافظات وسط وجنوب العراق دعما للمتظاهرين والمعتصمين المتواجدين هنا خاصة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كما ترين هذا جزء قليل من المعتصمين المتواجدين داخل مبنى البرلمان العراقي أعداد ربما أضعاف ضعفين أو ثلاثة من هؤلاء يتواجدون حتى خارج البرلمان لجان الدعم اللوجستي المتواجدة على طول الشارع من بداية جسر الجمهورية وزارة التخطيط وصولا إلى المنطقة الخضراء تحديدا إلى مبنى البرلمان العراقي على ما يبدو أن هذا الاعتصام لن ينتهي قريبا خاصة مع الأعداد الموجودة واللجان الأخرى الموجودة تم تشكيل لجان أمنية لحماية المتظاهرين وتفتيش الداخلين والخارجين هذه اللجان قامت بتفتيشنا قبل الدخول تفتيش دقيق جدا خوفا من دخول المندسين أو حتى بعض المغرضين كما يقول المتظاهرون هنا أما على مستوى الإطار التنسيقي بحسب منصات الإطار التنسيقي أو القريبة من الإطار التنسيقي يتحدثون عن أن هذه التظاهرات المرتقبة عند الساعة الخامسة عصرا بدأ مناصرهم بالتجمع وستكون هذه التظاهرات بالقرب من بوابة الجسر المعلق وهي إحدى بوابات المنطقة الخضراء على إثر ذلك أغلقت عفوا السلطات الأمنية وسلطات هنا في بغداد هذه البوابة بالكتل الخرسانية كما تم إغلاق جميع بوابات المنطقة الخضراء عدا بوابة واحدة وهي بوابة القادسية كما تعرف بوابة المطار يضاف إلى كل ذلك جزيال الانتشار الأمني لوزارة الدفاع العراقية تحديدا عند التقاطعات والساحات الرئيسية القريبة من المنطقة الخضراء وبالتالي هناك إجراءات مشددة خاصة وهناك تظاهرتين في آن كيف تتعامل السلطات مع المحتجين سامر جزيال فيما يخص المعتصمين هنا في مبنى البرلمان هناك تعاون بين القوات الأمنية سأتحدث بما جرى لنا تحولنا من جسر الجمهورية كان هناك تعاون بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين طبعا سمح لفريق العربية والحدث بالدخول باستثناءات ربما من قبل المتظاهرين خاصة مع تخطية استمرت لثلاثة أيام كان هناك استثناءات لفريق العربية للدخول إلى مبنى البرلمان من جسر الجمهورية هذا ربما جزء من الإجراءات الأمنية التي يقوم بها المتظاهرون وكذلك القوات الأمنية الشرطة الاتحادية متواجدة عند بداية جسر الجمهورية لكن أيضا الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها من قبل القوات الأمنية هو قطع بعض الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان وكذلك المنطقة الخضراء عدا بوابة واحدة وهي بوابة البرلمان تم فتح إحدى البوابات من البرلمان لدخول لجان الدعم اللوجستي وكذلك المتظاهرين الذين يرمون الدخول إلى مبنى البرلمان نعم نعم هل من ردود فعل فيما يتعلق بالتصريحات التي أطلقها الزعيم الصدري ماذا تقصدين جيزيل؟ يعني كان هناك العديد من التصريحات حول محاولة العامري وأيضا منذ قليل وزير الصدر المتحدث باسم الصدر قال دعوات الإطار التنسيق للحوار محاولة جديدة للاحتيال ماذا أيضا بالنسبة للهتفات التي تطلق؟ على ما يبدو أن مبادرة العامري ولدت ميتة خاصة أنها لم تلقى قبول أو لا قد قبول بحسب وزير القائد محمد صالح العراقي لكن بشرط أن يخرج هذه العامري من الإطار لم يكن أو لم يستجيب هذه العامري أو حتى يصدر أي بيان باتجاه هذا المطلب بمعنى أنه ربما لن يخرج من الإطار التنسيقي لكن دعوات الحوار ما زالت تطلق من هنا وهناك على مستوى القيادات الكبيرة إن كان على مستوى مسعود برزاني الزعيم الكردي كذلك بعض قادة الإطار لكن على ما يبدو أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وحتى المعتصمون هنا مصرون على هذا الاعتصام لحين تنفيذ المطالب وربما هي المطالب أصبحت واضحة على الأقل حتى هذه اللحظة على مستوى حلق البرلمان وإعادة تشكيل ربما حكومة أغلبية وطنية بعد حلق البرلمان والانتخابات المبكر شكرا لك على كل هذه الإضاحات على كل حال سنبقي عينا على بغداد هناك جموع كبيرة من خلفك نشاهدها تطلق الهتفات نشكر لك على كل حال كل هذه المعلومات من داخل البرلمان العراقي رفقنا مرسل حدث الزميل سامر الكوبيسي لكن من يعرف نفسه بأنه وزير الصدر وهو صالح محمد العراقي رد على مبادرة هذه العامر بالقول إنه لو تنزلنا وقبلنا الحوار سيكون مشروطا بثلاث نقاط وفق تعبيره وهي أن ينسحب العامري وكتلته من الإطار التنسيق الموالي لإيران وأن يستنكر العامري التصريحات التي أدل بها نور المالكي خلال التسريبات الصوتية ولقبه أيضا بسبايكر مان في الشرط الثالث ذكر وزير الصدر العامري بأنه كان الضامن للموقعين على وثيقة الإصلاح قبل الانتخابات متسائلا عن الضامن للحوار الإصلاحي حاليا والمرشح لذلك وفي وقت لاحق للمتحدث الرسمي باسم الصدر صلاح العبيدي إن دعوات الإطار للحوار محاولة جديدة للاحتيال نادي أمراء العشائر أولا أمراء السادة وبعدين العامة العامين نحن كل من ينادي ويجيب عشيرته ويتكاتف ويتسيد ويتبايع ويتسيد باسمي وباسم قبيلة عقيل نعلن تضامننا مع المتظاهرين السلميين ضد الظلم والفاسدين لكونهم مجموعة لصوص استولوا على الحكم وهم لا يمثلون الشعب ومسيرين من جهات خارج العراق وبدورنا نقول لهم من هذا المكان عودوا من حيث أتيتم تسعة عشر سنة ولم نرى أي منجز أي منجز فقط فلان سرق وفلان نهب من خيرات البلد وهرب خارج العراق والله احنا شو نطالب يعني أنا شو طالب يعني شبابنا اتدمرت هاي الشباب اتدمرت وقاعد طبنا شغلات ممنوعة ممنوعة لشبابنا انت طب للسجون وشوف الشباب عمره سبع سنين وثمان سنين وعشر سنين كريستال وحبوب شو نذنب هاي الشباب يعني احنا ببهاب قلنا ما نسيطر ممثل المرجعية في النجف عبد المهدي الكربلة يحث العشائر العراقية على الحفاظ على وحدة الصف ونبذ التفرقة وعدم سفك الدماء أشائرنا الكريمة أنتم برجالكم ورجال الأبطال من العراقيين بدمائكم الزكية قد حفظتم وصلتم من العراق فحافظوا على دمائكم ووحدتكم وتماسككم بالتمسك بأحكام الله تعالى والعيش بسلام ووئام قبل ذلك كشف مصدر مقرب من داخل التيار الصدري للشرق الأوسط عن خطوة حاسمة يمكن أن يخطوها مقتدى الصدر باتجاه إعادة هيكلة النظام السياسي وأوضح المصدر أن لا أحد يعرف حتى الآن طبيعة وشكل تلك الخطوة التي سيقدم عليها الصدر مضيفا أن الصدر وتياره يدركان أن الصيغة السياسية الحالية المبنية على التوافق والمخصصة السياسية باتت عديمة الفائدة كما أنها أنتجت في العقدين الماضيين أنظمة معتلة وفاسدة ولا يمكن الركون إليها بعد اليوم وفق المصدر هو ذاته فإن الصدريين باتوا في الوقت الحالي يتحدثون عن صيغة لنظام حكم رئاسي وليس برلماني وأخيرا توقع المصدر أن الخطوات السياسية التي ربما سيقدم عليها الصدر لن تمر بسهولة وستقف أمامها عقبات عديدة وربما مستحيلة من ضمنها المواقف الأقليمية والدولية رغم القبول الشعبي بالإضافة إلى أنها قد تواجه عقبات أخرى من قبل مرجعية النجف ومعظم القوى السياسية التي ينسجم النظام الحالي مع مصالحها الحزبية إلى جانب التعقيدات القانونية والدستورية المتعلقة بكل ذلك وفق المصدر ولمتابعة كل هذه التطورات والمستجدات في المشهد العراقي ينضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي والإعلامي الأستاذ فلاح المشعل أهلا بك أستاذ فلاح مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث في متابعة لهذه التطورات يعني تحرقات اليوم منتظرة مضادة للإطار التنسيقي الموالي لإيران برأيك من الهدف منها نعم شكرا جزيلا هو حقيقة الهدف منها ابتداء وإثبات وجود يعني ليس إلا لكن ينبغي على رعاة هذه التظاهر أن يدركوا بأن المزاج العراقي العام والمزاج الشعبي العام قد تحول باتجاه الثورة التي دعا إليها السيد الصدر من أن تغيير النظام السياسي النظام فاسد بكل تفاصيله وعملية سياسية عملية لفظت أنفاسها الأخيرة الآن لهذا أنا أعتقد أي محاولات لإرجاع الزمن السابق أو أرجاع الزمن إلى الوراء هذه فاشلة حقيقة أي استخدام أيضا للسلاح أو التلويح باستخدام السلاح هو الآخر فكرة ميتة وليست ذات قيمة لأنه نحن نلاحظ منذ أن أطلق السيد الصدر مبادرته مساء يوم أمس كانت برقيات تتوالى عليه من كبار شيوخ العشائر في الجنوب والوسط وهناك من التحق عمليا ودخل الخضراء والتحق بالبرلمان وكانت حشود بشرية هائلة جدا متجهة إلى مقر البرلمان والمنطقة الخضراء فالآن العراق بصورة عامة ينتظر هذه التحولات ينتظر الخطوات اللاحقة التي سيقدم عليها الصدر خصوصا وأن الصدر اشترط باستمرار الثورة والتحولات حتى تحقق المطالب من الشعب العام أراد غطاء شعبيا نعم أمام هذا الضغط برأيك يعني من الشارع هل سيتنازل الإطار التنسيقي عن السوداني أم المطلوب أكثر من ذلك خطوات أكثر إلى الوراء كما يعني صرح الزعيم الصدري هناك ثلاثة شروط تحدث عنها كما تبعنا نعم أنا أعتقد موضوع ترشيح السوداني أصبح جزء من ماضي هذا ممكن نتحدث عنه قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام اليوم الموضوع مختلف تماما يعني اليوم هي أساعات للتحول والتغيير الدراماتيكي اللي يحصل الآن الشروط السيد متحدث بوزير الصدر هو ثبت هذه القضية حقيقة حينما قال أنك تخرج من الإطار وأنك تدين للعامري نوري المالكي على تسريباته وسميه سبايدر مان أو سبايكر مان سبايكر مان يعني هو الحديث عن العامري نعم فهذه كلها حقيقة هي شروط ذكية لتبكيك أو تفتيت الإطار التنسيقي هذه أولا ثانيا الساعات العراقية الآن كل ساعة ترشح عنها موقف جديد حقيقة بعد هذا التأييد الشعبي العام الذي حصل منذ انطلاق نداء الصدر مساء أمس وإلى اليوم أنا أعتقد أنه يعني الحراكة الاجتماعية العام والرؤية الشمولية للشعب العراق اليوم أصبحت تؤمن حقيقة تؤمن إيمان كامل وفعلي بأهمية وضرورة التغيير السياسي لابد من تغيير بنية نظام سياسي بنية على الفساد وبنية على المحاصصة وما يسمى بالتوافقية وبالنتيجة لم ينتج سوى خراب وإفلاس وتراجع عام ومؤلم حقيقة في جميع مناحي الحياة العراقية يعني كما تفضلت وذكرت هل تعتقد أن هناك حلول وسط أم كما دعا الزعيم الصدري هو يطالب بهيكلة لنظام سياسي جديد هل هذا قابل للتحقيق في هذا الجو المشحون لا أعتقد أنا لا أعتقد لا أعتقد اليوم هذا الزخم المؤيد للسيد الصدر يعطي له قوة أعلى بفرض شروط وبالمضي بثورته كما أسماها لا توجد حلول وسطية يعني كانت دعوة السيد نيجارفان برزاني ودعوة السيد العامري وغيرها من دعوات يعني قيادات الإطار كلها دعت إلى الحوار وإلى التهديئة وغير ذلك لكنها فات وقتها حقيقة فات وقتها بالمعطيات العملية والفعلية من أن اليوم البرنامان خلاص انتهى هل الأنجع يعني كما تفضل يعني كما تفضلت وذكرت أستاذ فلاح حل اليوم الحل الأنجع هو يعني حل البرلمان وذهب إلى الانتخابات مبكرة خصوصا مع وجود رجل كرئيس الحكومة الحالي مصطفى القادمي لتحقيق يعني هذا المطلوب من الخطوات أعتقد هذه هي الخطوات المقبلة لتوجهات الجماهير المحتجة أو المنتفضة الصدرية والجماهير الأخرى التي ساندتها أو رافقتها في الاحتجاج هو إسقاط البرلمان تشكيل حكومة جديدة أو إبقاء هذه الحكومة لإنجاز المهام التالية تعديل دستوري إعادة النظر بالدستور تحويل النظام إلى نظام رئاسي ما وجود برلمان جديد وانتخابات جديدة لبرلمان وبالنتيجة ينبغي أن طبعا هذه الخطوات تنطوي أيضا على أفكار أخرى منها محاكمة بينتو محاسبة الفاسدين البحث عن عمليات الهدر التي حصلت للمال العام ضياع المال العام وقاعة التي تعرض لها السجون وحقائق السجون هذه كلها حقا هذه مطالب الشارع العراقي بعد إنجاز نضبط نعم نطرح عليك سؤال سريع النظام السياسي نعم فيما يتعلق بالإطار التنسيقي يعني هناك نوع من التباين فيما يتعلق بالمشاركة بهذه التظاهرة اليوم من عدمه وبالتالي نحن نعرف يعني ولاء الإطار التنسيقي لإيران هل إيران برأيك ستقبل يعني بهذا التفكك ضمن الإطار التنسيقي يعني إيران يعني الأمور لا ترتبط برغبة إيران حقيقة هناك معطيات الواقع هي ما تفرض الأنصار يعني شروط الواقع هي التي تفرض وليس وصايا من إيران أو من غير إيران الإطار التنسيقي يعني فيه شخصيات وفيه ناس يمكن أن ينسحبوا يمكن أن لا يشاركوا أصلا في هذه التظاهرة ونحن نقرأ يعني منذ يوم أمس انسحابات واضحة مثلا جماعة العباد يعني أنهم لا يشاركون في المظاهرات أطراف أخرى يعني أبر التسريبات أنهم لن يشاركوا ولن يدعموا مثل هكذا تظاهرة للإطار التنسيقي عموما نحن نرجو حقيقتين من جميع أن يرضخوا للواقع للواقع السياسي ومعطيات الواقع السياسي شعب العراقي تعب كثيرا خلال التسعة عشر عاما وتسمعين أنت الأصوات مباشرة تنقلوها حقيقة مشكورين من واقع الحدث سواء بالشارع العراقي أو من داخل البرلمة شكرا لك أستاذ فلاح لكل ما تفضلت به من مداخلة كان معنا من بغداد الكاتب السياسي والإعلامي فلاح المشعل شكرا لك إيران التي تقف خلف غالبية أزمات العراق سعت للتنصل منها حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده تتابع التطورات في العراق عن كثب وبقلق وأضاف كنعاني أن بلاده تعتبر النزاعات في العراق شأنا داخليا مشددا على أن استقرار العراق وأمنه مهم للمنطقة المنطقة نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل حريق بخوادم انترنت في تهران يعطل الاتصالات وأنظمة مصرفية تطورات حاليا وخاصة على الأرض في ترابلس كيف يمكن أن يأخذ خطوة للخلف وهو رئيس حكومة لا بد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة قرار من 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 يعطي الميليشيات هذه الأوامر ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة يعني مجلس النواب لم يخلط الأوراق المشهد السياسي بليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي خوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة الانزلاق إلى استراع المسلح المية وسبعة وتلاتين مادة متوافق عليها من قبل الإشكالية الآن المواد الباقية لا طرف شرعي يعترف بالآخر كل يرى في نفسه بأنه طرف الشرعي في الداخل سنضل في هذا القضام إلى أن تخرج علينا البحث الأممية والسيدة السيداني موازين القوى في ليبيا تغيرت وما زال تتغير طريقة ثالث وهو إيجاد حكم ومصاغرة جديدة تتجاوز الرجلين هل هذا مطروف؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد حول شأن اللبناني قال أموس هوكشتاين المسؤول الأمريكي الذي يتوسط في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة لأتوصل إلى ترتيب نهائي هذا وأدلى هوكشتاين بهذه التصريحات بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب في القصر الجمهوري فيب عبده ما زلت متفائلا بأننا نستطيع إحراز تقدم مستمر كما فعلنا خلال الأسابيع الماضية وأتطلع إلى العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي من جانب آخر حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من الرد على أي خرق تقوم به ميليشيا حزب الله وعدم الاكتفاء بمجرد اعتراض المسيرات وبعثوا رسائل واضحة للبنان عبر الأمريكيين بضرورة كبح حزب الله لجماح عناصره وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وذلك رغبة منها بمنع أي تصعيد أمني وكذلك لإظهار نفوذها في المنطقة وفق موقع والا الإسرائيلي وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية فإن فشل الأمريكيين بالتوصل لتسوية سيتبعه تقييم للوضع بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبحث رفع مستوى تأهب في الجبهة الشمالية هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز الأنظمة الدفاعية حول منصة كريش للغاز في البحر المتوسط بما فيها أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية وللحديث أكثر حول هذه الزيارة عن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية والإسرائيلية من جديد ينضم إلينا مراسل حدث زميل محمود شكر أيضا من منطقة رأس النقورة الحدودية ينضم إلينا أيضا مراسل حدث الزميل زياد حلبي أبدأ بزميل زياد هناك عدة سيناريوهات تحدثت عنها تل أبيب فيما يتعلق بمواجهة حزب الله وهو يتمثل في إسقاط أي طائرة مسيرة يطلقها الحزب دون أن يؤدي ذلك إلى أي تصعيد عسكري يعني هل الأمور الآن توحي بذلك في إسرائيل هل هناك نوع من الجهوزية غير العادية أم أن الأمور هادئة نوعا ما تم تدوء في المنطقة الحدودية بحرا وبرا وجوا في هذه الأيام ولكن بدون أن شك إسرائيل يعني تعالج مثل هذا السيناريو وهناك فرضية عمل واستعداد لهذا الموضوع منذ أسابيع لكن حاليا ما يقال في إسرائيل أن تل أبيب متفائلة حيال إمكان التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود المائية والاقتصادية بعد لبنان إسرائيل تتوقع أن يكون هناك اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة قبل شهر سبتمبر عمليا موعد استخراج الغاز من حق الكريش رغبة تهديدات التي يطلقها حزب الله لكن مع ذلك البصادر في إسرائيل ما زالت تتوقع أن يقوم حزب الله في الأيام المقبلة بإطلاق مسيرات غير مسلحة مرة أخرى تجاه حقول الغاز الإسرائيلية ربما لتكريس رسالة التهديد وللظهور وفق ما يقوله الإسرائيليون على الأقل بما يحقق إنجازا من خلال الدفع باتجاه هذا الاتفاق تحت طائلة التهديد العسكري لاستهداف حقول الغاز نعم أذهب إلى الزميل محمود شكر زياد من حيث انتهيت هل هناك إحاء من أجواء حزب الله بالنسبة لهذه المفاوضات التي حصلت صباح اليوم والتي لا يمكن إلا أن يكون جزءا منها حتى لو لم يظهر بشكل مباشر محمود كيف يعني تعكس لنا أجواء حزب الله نعم إذا ذهبنا إلى هذه المسألة من جهة حزب الله وإذا تتبعنا كل المواقف السياسية التي أطلقها الأمين العام للحزب أو أيضا المواقف للمسؤولين بالأشر الماضية كنا نشهد إلى أن الحزب هو أشار على لسان أمينه العام إلى أنه لربما أن نرسل طائرات مسيرة إلى حق الكريش أو لربما أن يكون هناك منصات صواريخ على الأراضي اللبنانية في تنصب في البر اللبناني باتجاه هذه المنطقة أو لربما أن يكون لنا إحداثيات تنشر وهذا بالفعل ما حصل يعني المراقبين الذين يتعطون بالشق وتحديدا العسكري في هذه المسألة كانوا يتوقعون أن تكون هناك خطوات فعليا على الأرض الحزب في هذه المسألة تبعا للمواقف التي أطلقها في الفترة الماضية وهذا ما حصل ولكن الذي يتوقف عنده هو أن ردة الفعل الإسرائيلية وتحديدا بإطلاق المسيرات الفترة الماضية كيف كانت ضمن قواعد الاشتريباك أنها أسقطت هذه الطائرات في المياه الإقليمية أو المياه الدولية ثم بعد ذلك كان خبر إلى أن هناك طائرة رابعة أطلقت أيضا منفردة عن السرب الثلاثي الآن تتحدث هذه المصادر عن المصادر تبع من الداخل الإسرائيلي عن ردة فعل بقواعد الاشتباك ضمن الداخل اللبناني بمعنى إلى أن الإسرائيلي سيقوم بعمليات ضرب لقواعد التي تخرج منها هذه الطائرات المسيرة إلى الحقول القريبة إلى منطقة كريش وأيضا إذا نحن قرأنا في الفترات الماضية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نجد أن هذه القواعد الاشتباك هي مثبتة فعليا على الأرض إن حزب الله أطلق عدة مرات راجمات من الصواريخ إلى الأراضي اللبنانية في مزارع شبعة أو أيضا إلى الداخل الإسرائيلي كان الإسرائيلي يقوم بعمليات قصف عند هذه البقع وتنتهي المسألة عند هذه القواعد المحدودة من دون التفلت إلى اشتباك واسع السؤال الذي يطرح الآن هل أن الحزب في هذه الفترة التي هي حساسة ودقيقة على ثلاثة أشهر والذي يحذر منها الجانب الإسرائيلي بأن يقوم بإطلاق هذه المنصات أو أيضا بمعلومات أو بإخراج أفلام أو بإخراج صور عن فرق كوموندوس بحرية أو عن لنشات بحرية لحزب الله دخلت المياه الإقليمية مثلا على سبيل المثال لأن هناك كان في عدد من المعلومات تحدثت إلى أن ضفادع لحزب الله كانت باتجاه خائع رسدت عند المياه الإقليمية اللبنانية ثم بعد ذلك رد إسرائيل عليها ولكن الجوء العام السائد في لبنان وفي إسرائيل وفي المنطقة هو الذهاب إلى الإيجابية في هذا الملف مع حساسية العمل العسكري إذا وقت دعني أتابع مع زياد من حيث انتهيت إلى أي مدى زياد هناك التزام من الجانب الإسرائيلي بقواعد الاشتباك التي تحدث عنها محمود خصوصا سمعنا الكثير من التهديدات المتبادلة لكننا لم نرى شيئا فعليا على الأرض كما قلت حاليا التوجه في إسرائيل أو الفهم الإسرائيلي بأن الأمور ذاهبة إلى مكان آخر إلى نوع من الاتفاق ربما قبل سبتمبر ولكن على المقلب الآخر أيضا إسرائيل أعلنت بأنها زادت حال التأهب وأنها استنفرت تماما سلاح البحرية الإسرائيلي بما في ذلك السفينة اليتيمة التي تحمل عمليا بطارية القبة الحديدية بعد مؤامتها بحريا وجرى استخدامها في إسقاط مسيرة من الثلاث في المرة الماضية عمليا التوقعات لدى الإسرائيليين بأن حزب الله قد يحاول أن يتحدى ربما الاتفاق قيد التبلور كما تسميه إسرائيل بإرسال مسيرات غير مسلحة مرة أخرى هناك بون شاسع ما بين مسيرات غير مسلحة وبين استهداف المنصة هذا أمر يختلف تماما لأن هذه عمليا أمور استراتيجية فيما يتعلق بإمدادات الغاز بالنسبة لإسرائيل تقنيا إسرائيل تدرك بأنها ثمت صعوبة كبرى في حماية حقول غاز هذا يكاد يكون مستحيلا يمكن استهدافها بمسيرات أكثر دقة مسلحة أو بصواريخ دقيقة أو حتى بصواريخ يخونت التي يملك منها حزب الله عشرات الصواريخ وسبق واستهدف سفينة إسرائيلية من السواحل اللبنانية بهذا المعنى هذا قد يقود إلى أمر آخر هناك فارق ما بين هذا طبعا مرتبط بسلوح حزب الله بما يقدم عليه حزب الله إن كانت مسيرات غير مسلحة هذا أمر أو أمر آخر أكثر جدية عندها قد تكون الأمور ذاهبة إلى تصعيد وفق ما يقول الإسرائيليون شكرا لك زياد لكل هذه الإضاحات أيضا كان آموس صرح بأن هناك ترتيب نهائي بين لبنان وإسرائيل وبأنه سيزور المنطقة قريبا من منطقة رأس النقورة الحدودية كان معنا مرسل حدث الزمين زياد حلبي الشكر موصول أيضا لمرسل الحدث الزمين محمود شكر الذي رفقنا بدوره من بيروت شكرا لكم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لديها القدرة التقنية على إنتاج كنبلة ذرية إن جانب آخر أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الأيام القادمة ستشهد تحديد موعد لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي وقال كنعاني أن بلاده تسعى إلى اتفاق شامل ودائم وقوي معلنا عن ترحيبه بأي مبادرة أو أي وساطة في هذا الشأن كما كشف كنعاني عن أن طهران أبدت مرونة بعد مراجعتها للنص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي إضافة لتحديد توقيت جدولة المفاوضات وكان كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني قال إن بلاده تعمل عن كثب مع من وصفهم بالشركاء في الاتفاق النووي لإعطاء فرصة أخرى للولايات المتحدة لإظهار حسن النية والتصرف بمسؤولية وأضاف عبر تويتر أن إيران مستعدة لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الطرف الآخر مستعدا لفعل الشيء نفسه أقرت وكالة إيرنا الإيرانية رسمية من دلاع حريق في خوادم الاتصالات بطهران ما أعاقى كليا وجزئيا الاتصالات ورسائل النصية والأنظمة المصرفية وكانت قناة إيران إنترناشنل المعارضة أفادت بتعطل خدمة الإنترنت للشركات الخاصة والحكومية في البلاد فيما يبدو حلقة في مسلسل الهجمات الإلكترونية التي تطال البلاد نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل مجلس الدولة الليبي يعيد انتخاب خالد المشري رئيسا لولاية خليسة ترجمة نانسي قنقر لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا ومرحبا بكم من جديد دعت ثلاثون منظمة إنسانية دولية الأطراف في اليمن إلى تمديد الهدنة الإنسانية ستة أشهر إضافية والالتزام بتنفيذ كل بنودها بما فيها إعادة فتح الطرق في تعز المحصرة جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات أكسفام وفتيات مأرب والمجلس النرويجي لأشعون اللاجئين و27 منظمة إنسانية دولية ومحلية أخرى البيان حث أطراف النزاع على تمديد الهدنة ستة أشهر والوفاء بجميع بنود الاتفاقية بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز وأشار البيان إلى أن الأشهر الأربع الماضية شاهد اليمنيون أطول فترة هدوء في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات وأكد تراجع عدد الضحايا من المدنيين بشكل ملحوظ رغم الانتهاكات التي طالت الهدنة ومنذ أيام تبذل الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي جهودا حثيثة لإقناع الأطراف بتمديد الهدنة لستة أشهر في ظل تعتري تنفيذ بندها المتعلق بفتح طرقات تعز ودفع رواتب الموظفين شهر جديد من معاناة النازحين في محافظة مأرب جراء الأمطار وتدفق السيول التي تسببت بجرف وتضرر خيام ومساكن أكثر من عشرين ألف أسرى نازحون تحولت عندهم نعمة الأمطار إلى مأساة في مساكنة مهترئة غير مقاومة للرياح والأمطار الحدث زارت مخيم رميدي شرق مأرب ورصدت لنا معاناة النازحين متابعة بجهود مضنية يعمل سالم وأشقاؤه على جمع أعواد الأشجار وتأسيس مسكن بديل لأسرتهم بعد أن جرفت مياه السيول خيامهم بما فيها في مخيم الرميلة شرق مأرب وبطرق وإمكانيات بسيطة يحاولون تثبيت المسكن البديل لتحمل العواصف الرملية والأمطار ما قدرنا نأخذ أي حاجة إلا أطفالنا ومشردين وأخذ إلينا كل شيء ومعانا غير الشجر نقطع منه ونصلحنا عشاش ونحط طرابيل ومعانا شيء يعني لا فلوس ولا معانا شيء نقدر نصلح به أكثر من 120 مسكن للنازحين غرقت بالكامل في هذا المكان وما يزال خطر السيول يتهددهم مع استمرار المنخفض الجوي دخلنا الساعة ثلاثة قبل الفجر وأتلف كل ما نحتوي من مواد غذائية وإيوائية وكل شيء وجت المنظمة أعطتنا خيمة خيمة وعطتنا يعني مواد النظافة تلفت كل ما يحتوي للنازحين من مواد إيوائية ومواد غذائية وغيرها من المواد فهذا جزء من ما تشاهدونها الآن في هذا المخيم الذي يقطعون منها الشجر يبنوا منها مساكن لهم وحيث المنظمة قامت بجزء بسيط من المواد الإيوائية والآن المستفيدين بحاجة إلى المزيد من المنظمات تتحول نعمة الأمطار التي ينتظرها النازحون في أجواء مأرب الحارة إلى مآسم في مخيمات النزوح وسط تدخلات إنسانية شحيحة المطار نعمة تزايدت أعداد الأسر المتضررة من السيول في مأرب وتبقت المساكن المهترئة للنازحين لا تقيهم الرياحة ولا الأمطار في ذات المواقع التي جرفتها السيول يعيد النازحون بناء مساكنهم بما استطاعوا لإيواء أطفالهم محمود الحميدي الحدث مأرب وللوقوف أكثر عند أوضاع الناس في اليمن الذين تعرضوا لهذه السيول ينضم إلينا من مأرب مراسل الحدث الزميل محمود الحميدي أهلا بك محمود كما تبعنا هناك سيول وأضرار كبيرة حجم هذه الأضرار وما هي المخيمات التي تضررت من هذه السيول مرحبا جيزيل بالنسبة لأضرار السيول على النازحين في محافظة مأرب فإنها أضرار كبيرة طارت العديد من المخيمات في محيط مدينة مأرب وكذلك في مديرية الوادي هذه الأضرار التي بدأت منذ أول أسبوع من شهر يوليو بتدفق الكثير من السيول القادمة من المرتفعات الغربية لمحافظة مأرب واجتاحت مخيمات النزوح بدءا بمخيم الجفينة وهو أكبر تجمعات النزوح في اليمن هنا وسط مدينة مأرب وأيضا مخيمات الرميلة والرويك أيضا ومخيمات كثيرة في صحراء محافظة مأرب تضرر أكثر من عشرين ألف أسرة من هذه السيول والأمطار وأيضا من الرياح والعواصف التي جاءت قبل هذه السيول واقتلعت خيام النازحين وتحديدا في مخيمي السمية والنقيعة شرق محافظة مأرب هذه الكوارث التي حلت على النازحين لم تجد تدخل إنساني كافي لكي يحل مشاكل النازحين ولكي يعيد إيواء هذه الأسر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قالت نعم عذرا للمقاطعة محمود ولكن ماذا عن السلطات المحلية لم تقوم بإجراءات لمساعدة هؤلاء النازحين أيضا ماذا عن الجمعيات الإغاثية نعم السلطات المحلية وعبر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قالت أنها رصدت الأضرار وأبلغت شركاء العمل الإنساني وبثلاثة نداءات استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة بعثتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قالت أنها حصلت على 10% فقط من التدخلات لهؤلاء الأسر إذن حجم الاحتياج كبير أكثر من 20 ألف أسرى متضررة والتدخلات الإنسانية شحيحة جدا وكما شاهدنا أن النازحين يقومون ببناء مساكن بديلة من أعواد الأشجار ومما استطاعوا توفيره لإعادة أسرهم إليها الأسر في العراء وتحديدا في الصحراء هناك منظمات لم تصل إلى النازحين ومنظمة الهجرة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة هنا في محافظة مأرب والتي لديها تدخل مباشر مع النازحين في الكثير من المخيمات قدمت مواد إيوائية ومواد غذائية لكنها لم تصل إلى حد الاحتياج الذي يلبي النازحين والعدد الكبير من المتضررين هنا في محافظة ماذا بالنسبة لإيواء هؤلاء المتضررين؟ ألم يتم إيواءهم؟ أم هم يعيشون في العراء؟ للأسف فإن 90% من هؤلاء المتضررين لم تصلهم المساعدات بعضهم استطاع تجميع ما أتلفته الأمطار وأيضا ما اقتلعته الرياح وإعادة بناء مساكنهم من جديد بعضهم كما شاهدنا في الصور قبل قليل اتخذوا من أعواد الأشجار مساكن جديدة حتى تأتي المنظمات الإنسانية لمساعدتهم وبعضهم في الصحراء إلى الآن ما يزالون بدون معوى نعم يعني كنا نود الحديث أكثر ولكن دهمنا الوقت نشكر لك كل هذه الإضاحات يعني على أن تسمع كل هذه المنظمات الإغاثية ربما لمديد العون لهؤلاء نشكر لك هذه المشاركة معنا من مقرب مراسل حدث أزميل محمود الحميدي شكرا لك بعد مرور عشر سنوات على إنشاء مخيم الزعتري وازدياد أعداد اللاجئين فيه حتى بات أكبر خامس مدينة في الأردن ما يزال اللاجئون السوريون يعانون من أوضاع معيشية صعبة يفرضها وقع اللجوء الكثير من القصص الإنسانية في الزعتري تعود بمعظمها للأطفال الذين يشكلون أكثر من خمسين في المائة من عدد اللاجئين فيه بهوية لاجئ بدأت أولى لحظات حياة يوسف ورفاقه صرخة الحياة الأولى كانت بعيدة عن الوطن كبر يوسف مع مخيم الزعتري للاجئين السوريين واقتسما سويا العمور ذاته عشر سنوات وسوريا مجرد حكاية وطن سليب حقهم في العيش فيه أما مخيم الزعتري فهو الشيء الوحيد الذي يعرفه يوسف في هذه الحياة أنا نولدت هنا بالمخيم بعرف المخيم كامل بسوريا ما بعرف عنه شي ما بسوط ما عرف قاعدة بروح بدرس بالمدرسة أو بنلعب عقد من الزمن فات وما يزال عداد الوقت مستمرا مخيم فيه بدأت حياة كثيرين وكثيرون يتمنون ألا تنتهي حياتهم هنا قصص واقعها صعب وأحلام سياجها أكبر مخيم عنوانه الزعتري وفي حين بات مخيم الزعتري رمزا للجوء السوري تقودك خطواتك فيه لبيت بابه من قماش هكذا لم لمت الحاج زهر باقي ما تبقى في ذاكرتها عن سوريا تزيد بسنوات عمرها عن المائة وعشرة أعوام وأكثر شهدت أقسى لحظات الحياة وعاصرت الكثير من الحروب لكن الأصعب كان في النهايات لاجئة عاشت ما عاشت من سنين وهويتها اليوم لاجئة ودعت عمرها الطويل في سوريا حكي لي يما شو كنتوا بسوريا تعملوا وشو كنتوا تشتغلوا؟ نحصد ونرجود وندروس نزرع غلي كيف حاضر شو كنا؟ صارت هالحركة دشرنا والله تلات خزائن دشرت دشرنا وفلينا شو بننصوي هالروق غالية من الحلال بخيام مترامية بدأ مخيم الزعتري وكبر بحجم إعداد القادمين إليه من سوريا حتى بات أكبر خامس مدينة في الأردن هنا تمر عليهم السنين كغيرهم ربما لكن الواقع أنهم لاجئون يعيشون بعيدا عن الوطن وعلى أرض اللجوء ما زالت حكاياتهم مستمرة من مخيم الزعتري شمال العاصم عمان عماد العضايني الحدث أعاد مجلس الدولة في ليبيا انتخاب خالد المشري رئيسا له لولاية خامسة وحصل المشري خلال جلسة الانتخاب على تأييد خمسة وستين صوتا مقابل خمسين أخرين صوتوا لصالح منافسه العجيلي بوسديل وعقب انتخابه أكد المشري سعيه لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن لقي ثمانية أشخاص مسترعهم وأصيب نحو آخرين عدى آخرين بجروح جراء اشتعال النار في صهريج صهريج وقود بمنطقة الزوية جنوب ليبيا وأشارت الأنباء إلى أن الحادثة أدى إلى حرق سيارات قريبة من شاحنة نقل وقود في منطقة تسمى بنت بيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية من ميناء أوديسا اليوم من جهتها أكدت أوكرانيا مغادرة السفينة رازوني الميناء وهي ترفع علم سيراليون وأكد مركز تنسيق إخراج الحبوب من أوكرانيا أن سفينة ستتوجه إلى ميناء ترابلس في لبنان بعد الفحص في المياه التركية التي تصلها غدا وقال المركز أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف أو 26 ألف طن من الزرة للمزيد ينضم إلينا من إسطنبول مرسل حدث الزميل زيدان زينكلو زيدان ما هي الإجراءات التي تخضع لها هذه السفينة الأولى القادمة من البحر الأسود من أوديسا؟ نعم جيزيل من المتوقع أن تصل هذه السفينة في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي الساعة الثانية عشر بتوقيت كرينتش ظهر يوم غد طبعا عند وصولها إلى مضيق البوسفور هناك نقطة معينة لم يتم الكشف عن نقطة الرسوء التي سيتم من خلالها تفتيش هذه السفينة من خلال فريق مشترك من مركز تنسيق صادرات الحبوب الذي أفتتح الأسبوع الماضي لكن ما هو أكيد أن هذه السفينة ستفتش هنا في إسطنبول سيتم تفتيش هذه السفينة ومن ثم ستغادر من هذه النقطة التي نتواجد فيها الآن هذه النقطة هي بحر مرمرة عند خروج السفينة وخروج السفن من مضيق البوسفور باتجاه البحر الأبيض المتوسط أو أولا بحر إيجا ومن ثم البحر الأبيض المتوسط ستمر السفن من هنا وبالتالي سفينة رازوني عند توجهها يوم غد من إسطنبول إلى ميناء طرابلوس في لبنان ستمر من هذه النقطة التي نتواجد فيها الآن بالعموم هذه هي السفينة الأولى السفينة الثانية ولكن قبل أن نتابع زيدان عذرا للمقاطعة هل من معلومات لديك لماذا تم اختيار لبنان كوجهة لهذه السفينة؟ وما هي حمولة هذه السفينة؟ نعم لا توجد معلومات لماذا تم اختيار لبنان لكن ما تم ذكره من قبل بعض المصادر ما تبعنا اليوم أن هناك شحنات جرى طلب هذه الشحنات قبل فترة ويتم اخراج هذه الشحنات تباعا من قبل الجهات التي طلبت هذه الشحنات وبالتالي أول شحنة كانت إلى لبنان طبعا هناك آمال وتوقعات بأن نزيد عدد السفن التي تخرج من الموانئ الأوكرانية الآن السفن تنطلق من ميناء أوديسا فقط هناك توقعات خلال فترة قريبة جدا أن تعود السفن وتنطلق من ثلاثة موانئ أوكرانية وبالتالي تتكثف عملية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية السفينة الثانية كانت مصادر تركية تحدثت هذا اليوم بأنها تحمل اسم نافيستار وهي سفينة تركية تحمل هذا الاسم وتحمل علم أجنبي ستنطلق أيضا اليوم من ميناء أوديسا لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن حمولة هذه السفينة السفينة الثانية طبعا سألتني قبل قليل عن حمولة السفينة الأولى كانت حمولة السفينة الأولى هي من الذرة السفينة الثانية حتى الآن نافيستار لم يتم الكشف عن حمولتها وأي ساعة في أي توقيت ستخرج من ميناء أوديسا لكن هناك ترجحات تشير أو مصادر تركية تشير لأن السفينة الثانية ستنطلق من ميناء أوديسا هذا اليوم نعم يعني هل هناك معلومات إذا سيكون هناك المزيد من السفن التي أيضا ستغادر من مرفأ أوديسا؟ نعم بالتأكيد هناك توقعات بأن تتكثف أو يكون هناك تسارع في وطيرة إخراج السفن خلال أيام القليلة القادمة يجري الآن التعامل مع السفينة واحدة التي خرجت صباحا هذا اليوم ومن ثم سيتم التعامل مع السفينة الثانية ومن ثم سيتم توسيع نقاط الخروج من أوكرانيا أو من الموانئ الأوكرانية من نقطة واحدة هي ميناء أوديسا حاليا إلى ثلاث نقاط أي ثلاثة موانئ في أوكرانيا وبالتالي تتكثف أو تزداد وطيرة خروج السفن العالقة في الموانئ الأوكرانية بالمحصلة هناك طموح أو هناك مساعي لإخراج 25 مليون طن من الحبوب من هذه الموانئ الثلاث شكرا لك زيدان لكل هذه المعلومات رفقنا من إسطنبول مرسل حدث زميل زيدان زينكلو بهذا مشاهدنا نأتي بكم لإعادة التذكير بالعنو الصدر يرد على مبادرة العامري بتسريبات المالكي وثلاثة شروط ودعوات للتضار الوسيط الأمريكي متفائل بالتوصل إلى اتفاق في النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل سكان مخيمات مأرب يعانون ويلات النزوح والسيول والحدث ترصد تضرر مساكن 20 ألف أسرة في الختاب مشاهدينا أشكر لكم هذه المتابعة أنتم بخير ابقوا برفقتنا والمزيد من الأخبار بانتظاركم اشتركوا في القناة